انت حدك جيب لي حديث في الصلاوات الخمسة غايت الدق صحيح احنا لها ليصعد الفيديو اكتر للناس يجب التفاعل بوضع لايك وتعليق جميل احنا سكتنا وحشمنا واستحيينا الله يهديكم راح نحشمانين ماشي خايفين الله يهديكم راح ندخل فيكم طول العرض بالفقه و بالعلم و بالتاريخ و بالواقع و بوقتها شو وقعت ها هاش كولي وصل لك انت الصلاة وصلتني عبر التواتر و انت حدك جيب لي حديث في صلاة الظهر 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 انت حدك جيب لي حديث في صلاة الخمسة انت حدك جيب لي حديث في صلاة الصرح انت حدك جيب لي حديث في صلاة الصرح اه عقدت المتابعين دي الدكتور فيه اه القرآن ليش في صلاة المغرب آه ثلاث ركعات سبب مغلق القرآن نتحدى بجبلية حديث في عدد ركعات صلى نتحدى بجبلية حديث في عدد ركعات صلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع مرحبا معنا محمد الفيد تحدي كبير جدا حول ما ادعى أنه لا يوجد أي حديث في الصلاوات الخمس بحيث أن المسلمين حسب قول الفيد أنهم أخذوا كيفية الصلاة نقلا من أب عن جد متواترة وليس هناك علم الرجال لا سند ولا متن ثم تحدي آخر عن أوقات الصلاة قال لا توجد أيضا في الأحديث النبوية وإنما جاءت عبر التواتر مرحبا نبدأ من صلاة الفجر وليس حتى الصبح سنبدأ مع الشيخ سعيد الكمالي رضي الله عنها إذا سكت الأذان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين خفيفتين يعني من غير تطوين في القراءة ولا في الركوع ولا في السجود هذه السنة في صلاة الفجر هذه السنة في صلاة الفجر أنت حدق جبلية حديث في صلاة الصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين هذين وقت ما بين هذين المشار إليهما الوقتان المذكوران في الحديث صلى الصبح حين طلع الفجر صلى الصبح في الغد بعد الأسفر إذن قال له ما بين هذين وقت موطأ الإمام مالي كتاب وقت صلاة باب وقت الصلاة حديث رقم 3 عن زيد بن أسلام عن عطاء بن ياسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن وقت صلاة الصبح قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر ثم قال أين السائل عن وقت صلاة قال هأنا دا يا رسول الله فقال ما بين هذين وقت غايت الدق صحيح أحنا لها أنت حداك جم لي الحديث في الصلاة الخمس أنت حداك جم لي الحديث في الصلاة الخمس حديث كثيرة في موطأ الإمام ماليك والبخاري ومسلم نأخذ فقط هذا الحديث لكي لا أطلع للمشاهدين جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس فقال قم يا محمد فصل الدور حين مالت شمس ثم مكت حتى إذا كان فيئ الرجل مثله جاءه للعصر فقال قم يا محمد فصل العصر ثم مكت حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب فقام فصلها حين غابت الشمس سواء ثم مكت حتى إذا ذهب الشفق فجاءه فقال قم فصل العشاء فقام فصلها ثم جاءه للصبح حين أصفر جدا فقال قم فصلي فصل الصبح فقال ما بين هذين وقت كله الراوي جابر بن عبد الله المحدد الألباني المصدر صحيح النسائي الصفحة او الرقم 525 خلاصة حكم المحدد صحيح بالفقه و بالعلم و بالتاريخ و بالواقع و بوقتها شو قعده اذا احببت ان يصعد هذا الفيديو لتعمل الفائدة ويعرف الناس حقيقة دينهم ويعرفوا ان اعداء الاسلام لا علم لهم فيجب حسب تطبيق اليوتيوب ليصعد الفيديو اكتر للناس يجب التفاعل بوضع لايك وتعليق جميل تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته